السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هاد نهار ان شاء الله سنتقدموح الحلقة ديال الفرق ما بين الأرانب البلدية والرومية والكروازية يعني كين واحد منو اسميسو الأرانب الكروازية يعني الأرانب البلدية بينها من الحجم ديالها يعني هما عندهمش سلالات يعني عايشين في الخلاق عايشين في الجبل جابوهم الناس وعربوهم صاف يسمونهم ببلدية هما الخاصية ديالهم انهم ما كيكبروش بزاف ما كيعطوش اللحم بزاف ولكن الجودة ديالهم يعني كيما نقولو مثلا الدجاج الرومي مع الدجاج البلدي يعني هما صحيين اكتر علاش لان ما كيوكلوهمش الناس يعني ما كيوكلوهمش السيكارين وما كيعطوهمش الدوال الأغلبية غيم خلينو مشي حفرة كييكلو من يعني الدراع كييكلو الزراع كييكلو أي حاجة كتعطيها لهم يعني كي نتقد إياه أن البلدي باش كيمتازو يعني وخد دياله ما تديلو مش الدواء كييصبرو يعني بالنسبة للرومي الله الرومي قسم الله بود ما تديرلو يعني الأدوية ويكون عايش في ليكاج بحال هكا بحال الكييجان اللي عندي أنتم مكتشوفو هرا عندي الليكاج أنتم ما بالنسبة للتساؤلات اللي بزاف طرحت لي عليا في الكومنتير وهو اسمه هو بشجل يعني عفوا الأرنب الكروازي الأرنب الكروازي شح الموحد في السوق كيتخدع فيه كيصحفو رومي وهو ماشي رومي لأنه كيشبه الرومي ولكن ماشي رومي هو مكيكبرش دغيرة مكيعتش الوزن يعني هو أحسن من يعني إحنا إذا مشينا بالدراجات نقوله البلدي تابعوا الكروازي يعني على حساب الحجم تابعوا الرومي الرومي هذا كيعطي الوزن ضغيية ضغيية يعني غيكة تولد الأنثى الشهر الأول في الفيطان صافي كتحس بلي عندك أرنب ممكن أنك تسافد منه أما إذا خليتي شهرين ونطلت شهر راكي يولي تبارك الله قداش أما بالنسبة للناس اللي كي تساؤلوا اللي اسمه هو الكروازي الكروازي هو خالات ما بين البلدي والرومي يعني منين يعني تزاوجوا تزاوج تزاوج البلدي مع الرومي منكي تزاوج البلدي مع الرومي اسمه كيعطي هنا كروازي الكروازي هو خالات ما بين الرومي والبلدي ولكن الدفو دياله أنه تاوه ما كيكبرش بزاف ماشي بحاله بحال الرومي لا هو فايتش شوية البلدي يعني ممكن أنه في شهر واحد يعني بعد الفيطان مثلا نقوله الرومي شحر غادي يقدر يكون فيه إلا كان الأمور غادية طبيعية ممكن أنه تلقوا سبعمائة 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 وخمسين جرام يعني شهر واحد مزيان إلا إلا قيتوا سبعمائة وخمسين جرام مره مزيان يعني غادي 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 زيد شوية غادي شهر ولا شهرين عفواً شهرين ولا تل شهر غادي يقول لي صافي بيع مع راسق بوجك حمر أما بالنسبة للبلدي نحن نمشيه بالترتيب بالنسبة الكروازي اللي هو مختالط وهو أنه غادي تلقوا الوزن دياله من بعد الفيطان يعني من بعد شهر يعني ثلاثين يوم ولا خمسة وثلاثين يوم غادي تلقوا فيه في عوض سبعمائة وخمسين جرام غادي تلقوا فيه مثلاً خمسمائة جرام يعني ذلك مئتين وخمسين جرام ورا هكا تفرق يعني أنا مشي تشوفه في الحبة يعني كتشوفه في القاطع كامل يعني الناس اللي عندهم تربية الأرني براهم معارفين ليش كان هذا كان هذا على الكمية أما بالنسبة البلدي هذا كرا بعد الفيطان ممكن أنكم تلقوا فيه أربعمائة جرام ربعمائة جرام أو كل ثلاثين وخمسين جرام يعني كيكون بقي عاد صغير ورما مصالح البيع مصالح الدبيحة مصالح الوالو قاع علاش الناس كيمشو ديرو الرومي لأنها كيكبر دغيا هذا وول الفرق بين هسهم أنا أغاد الحلقة بغيت يعني نحضر الناس ما بين الكروازي والرومي لأن الناس اللي كيبيعو الأراني بالكروازية على أنهم رومية يعني كيخليه يكبر واحد شوية كيقول لك هذا رها رومي يعني كيخدعوك يقول لك بالله رها بلدي لأنه شار كبينتهم يعني ماشي السولالات اللي معروفة دير الشانشيلا، بابيون، الكاليفورني، النيوزيلاندي يعني الحويج اللي متعارف عليها يعني قاعد المربين عندهم تجربة في هذا الشيء روم عارفين اسمه هو البابيون وعارفين اسمه شانشيلا وعارفين الكاليفورني ونيوزيلاندي المهم هادو 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 النوع من الأراني راهم كروازيين راهم تقريبا ما بين البلدي ورومي يعني ما تخدعوش فيهم منين تشوفوشي شكل غريب عليكم عارفوه بللي راه هادك راه ماشي هو كيكون كبير شوية في الحجم يعني كبر من البلدي ولكن منين كتشوفوه كتقولو بللي هادا راه ماشي رومي كتسول الباقي يقولك لا هذا راه رومي وهو اللاه ممكن أنه يقول الأب دياله رومي أو الأم دياله رومية ولكن مزوج باب يعني تزاوج حدث مع بلدي أو بلدية يعني إما أنثى أو ذكر يعني ممكن أنكم تخلطوا ويخرجوا لكم الكروازي هاد الكروازي أراه أم تهو دير بحاله بحال الشكل ديال الرومي تهو مكحتش تربية ديال الأرضية لا تهو كيبغي ليكاج لأن البلدي في الحقيقة هو اللي بوحده ممكن أنه يتربى في يعني في يعني البلدي ميترباش في ليكاج كل ما يديرو فليكاج ولكن هو يحب أنه يكون على الأرض وخامت ديرو لش دواء يعني الأمراض دياله مش بحل الرومي أو الكروازي لا البلدي راك تم يعني وخات تعطيها الخضراء ولا تعطيها شي حاجة يعني غل الحويج اللي كاتشيط عليكم راك كي يصبر أما الرومي والكروازي هدو لا هدو خصم عيناية وخصم مكلام زيال لأن الحجم ديالهم كيكبر دغية يعني خصهم يأكلوا مني كي يقولي ويأكلوا بزاف كيقولي المربي يعني عندو مشروع يعني هدو كيقولوني مشروع يعني كنصرف ولكن كيكبروا دغية دغية يعني غادي ينفعوني من بعد أما بالنسبة لهذا الكروازي أنا الحلقة خاصة بالكروازي بقد ندينا على الكروازي على الكروازي بالأحسن ما تديروش لأنه هو كي يأكلتا هو بزاف يعني كيحتاجتا هو الأقفاص يعني تشريوله الأقفاص ولكن في نفس الوقت تسمو أنه ما كيكبرش بزاف ما كيعتاش الوزن بزاف يعني ما ماشي مربح بحال الرومي الرومي مياه في المياه هذا كلمشة تصرفتو مع شي خلف زينة يعني الأم زيانة كتحتن بالصغر ديالها وعطيني الدكارته هو فحل وعندكم كتنقيو المسائل المريقلة هذا كيكون مشروع ناجح مئة بالمئة يعني دغية دغية الصغر كيكبروه كتوليو كتبيعو وكتعودو تبيعوه أما البلدي يعني إلا تقتصنا واحد 6 شغار بحرية الله تبيعوه ب70 درهام ولا فيه جوج كيلو مثلا 6 شغار فيه جوج كيلو أغلبية ديالناس هنا كيبيعوه البلدي ب70 درهام 50 درهام هذا وجهة دياله لأنه هو أصلا مكيكبرش مكيعتاش الوزن وخاتخليه عندك بزاف ما غاتيش عطيه الوزن خلافا على البلدي عفونا الرومي الرومي إلا مشي تخليتي عندك قداش مما تخلي عندك هو كي تزاد في الحجم وكي تزاد في الوجن ممكن أنك تبقى تسمينه تعطيه مزيال الماكلة يقول لي عطيك الميزان ما البلدي عطيه الماكلة بزاف كي يبقى يعني مكي تزاد في الطول يعني عنده واحد الحجم يعني بسيط يعني نقوله بحذبة هذا عنده عنده 3 شهر ممكن أنه هذا هذا برومي شانشيلا ممكن أنه يعني إلا كان في البلدي هذا تكون عنده مثلا 6 شهر يعني رأى الضوبل ديال المدة وإذيك الضوبل ديال المدة يعني المربرة كي يقول لي عيان بالتربية يعني يومين 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 وما كانش مدخول يعني أيضا 7 الشهر أفك بها أصبح التسالي إلى 3 شهر لذيك تتبيه إلى 3 شهر خرر رأى رأى ؟ أي ان مدة مهمة ثلث شهررب بزاف في ه المصارف الديال الأكل في ه المراقبة ففي ه بزاف ديال الحويش إذن الحلقة دي لنرى سهلات الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا حلقة مهمة ومهمة بزاف ديال الأرنب الكروازي يعني المختارة ما بين الرومي والبلدي إذن الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا كان شكركم على التعاليق طيبة ديالكم كان حسب رأسي إن كسبت واحد العائلة من هات القناة هذه الحمد لله وشكره لله الناس اللي يعرفونا القناة هذه القدام كان شكركم على التعاليق طيبة ديالكم وانا راهل إشارة على جميع الاستفسارات ديالكم نلاحظوا أنني كان جاوب بشكل يومي وتالفيديوية راني كان ديركم بشكل يومي يعني هذا اللي قدرت عليه راني كان ديره المجهود اللي قدرت عليه راني كان ديره كان حاول نوصل المعلومات للناس يعني البوسطة الحمد لله كلنا بوسطة الناس اللي مش يشاركوش معانا يشاركو معانا تكيو على زير جيم باش تسندونا نزيل القدام إن شاء الله وتكيو على زير الجرس باش يصلكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر شكرا